ده في مستشفى العودة بلغة الطب يصف ما يحدث في غزة هو استئصار بالقطاع يقول أحمد عبد العزيز جراح مصري شهير حركته إنسانياته فواجد نفسه في غزة يضمد جراح من أصابهم قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لم يخشى أن تكون حياته ثمنا لأداء رسالة الطب رسالة من أجلها عاش بين صوت أزيز الطائرات وأصوات طلقات الرصاص حجم الإصابات ونوعية الإصابات يعني وصفها صعب جدا توصفها الطب نفسه صعب أو ما فيش مصاب عنده إصابة واحدة يعني كسور حروق حاجة في البطن حاجة في الدماغ حاجة في العين حاجة في الودن عدد مصابين ما تستحملوش دور كانت مشاهد قاسية يتذكر ما رآه لا يمكن حصر أعداد الجرحة والوضع أصعب من أي وصف هكذا يؤكد كلها إصابات غاية في الجسامة وتبقى رحلته في القطاع عصية على النسيان رحلة قدمت دعم فيها لمئات الجرحة الذين سيحملون جراحهم معهم طيلة حياتهم ليبقى ما فعله الاحتلال وصم طعار تلاحقه في كل وقت أسأل أعمار بيدي الله والقدر واحد يعني ما فيش حاجة اسمها غزة دلوقتي فيها مباني إلى مباني قائمة وليلة ومهجورة من سكانها لأنها تضرب المنطقة كل شوية مفيش حالة ما تضربش حتى المستشفى اللي كنت فيها في الشمال كانت بتترجي باستمرار من القصف اللي حولها وإن مثل الطبيب المصري العائد من غزة كمثل آلاف الأطباء داخل مصر منذ أن بدأت الحرب الإسرائيلية على القطاع وهم يقدمون العون دون راحة عون يرون أنه جزء من حق أصيل للفلسطينيين عليهم إحنا عايزين يتفتح الباب ودخول المساعدات بلا قد أو شرط ونصب المستشفات الميدانية ودخول الأطقم الطبية اللي تشغل المستشفات دي ومصر على استعداد وأنا قلت الكلام ده في اجتماع الأردن أطباء مصر ونقابة أطباء مصر على استعداد لتوفير الأطقم الطبية على مدار السنة 150 مستشفى مصرية استقبلت المئات من جرح غزة خلال الأشهر الماضية لتقديم الخدنات اللازمة خطوة تعكس رسالة تضامنية مفادها نشاطركم ألامكم هي إذن جهود يبدلها الأطباء المصريون لتضميد جراح أهل غزة في الداخل والخارج لكن تبقى جراح الوطن التي تحتاج علاجا سياسيا ينهي معاناة مئة الآلاف من الغزيين أحمد مصطفى الغد القاهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر